اشتركوا في القناة وحثات تناولت العلاقات المتميزة والتاريخية التي تربط مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعم وتعزيز التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات إضافة إلى استعراض مجمل التطورات الإقليمية والدولية والقضايا موضع الاهتمام البلدين الشقيقين ولدى مغادرة سموه يرافقه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي للجلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضاء الوفد الرسمي المرافق من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين كان في الوداع سمو الفريق الشيخ سيف بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وعدد من كبار المسؤولين وسافير البلدين الشقيقين هذا وقد بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إثر مغادرته أبو ظبي برقية شكر وتقدير إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة هذا نصها الأخ العزيز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان حفظه الله ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني وأنا أغادر بلدي دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أن أبعث لسموكم العزيز بأصدق معاني الشكر والاعتزاز على ما شملتموني به والوفد المرافق من حفاوة وحسن استقبال وكرم الضيافة خلال زيارتنا الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التي نكون لها جميعا كل المحبة والتقدير وأود أن أشيد بما ساد اللقاء الذي جمعني بسموكم الكريم من جو المحبة والأخوة والرغبة الصادقة نحو تأكيد التواصل والتعاون المشترك بين بلدين الشقيقين في شتى المجالات دعين الله أن يوفقنا جميعا في تحقيق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين ويوفق خطانا لمزيد من التطور والنماء ودمتم سموكم سالمين موافقين أخوكم سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ترجمة نانسي قنقر